في ليلة ستبقى عالقة طويلا في أذهان مشجعين برشلونة الإسباني استطاع باير ميونيخ الألمانية تغلب على برشلونة محصة ثقيلة بثماني أهداف مقابل أهدفين في قمة ربع نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم تشامبيونز ليغ على ملعب دالوج في العاصمة البرتغالية لشبونة ليبلغ بذلك نصفا نهائي وافتتح التسجيل للنادي البوفاري توماس مولار عند الدقيقة الرابعة 31 دقيقة والكرواتي إيفان بيريشيتش في الدقيقة الحدية والعشرين وسيرج جنابري في الدقيقة الثلاثين والجوتشوا كيميش في الدقيقة الثالثة والستين والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة والثمانين والبرازيلي فليبي كوتينيو في الدقيقتين الخامسة والثمانين والتسعة والثمانين أهداف بايرن والنمساوي دافيت ألبا في الدقيقة السابعة خطأا في مرمى فريقه والأوروغوياني لويس واريز في الدقيقة السابعة والخمسين لبرشالونا ويلعب باير ميونيخ في نصف النهائي مع الفائز في المباراة التي ستجمع بين المانستي الإنجليزي وليون الفرنسي وبهذا الفوز المدوي فرد باير ميونيخ الفائز بالدور الألماني والكأس المحلية مرشحا قويا لإحراز اللقب القاري وتكرار إنجازه عام 2013 عندما أحرز الثلاثية أما برشالونا الذي عانى كثيرا هذا الموسم محليا وخسر الدوري في أمطاره الأخيرة أمام غريمه التقليديرية المدريد فخرج متأطأ الرأس بعد الخسارة الفادحة وغير المسبوقة على الصعيد الأوروبي